هذا وتتواصل الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي ضد نتنياهو وزراء حكومته مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأشرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن الوقت الملائم للتواصل إلى اتفاق ينفد غضب مستمر واحتجاجات لا تنتهي وغليان غير مسبوق هذا هو الوضع في الشارع الإسرائيلي مع تواصل العدوان الغاشم على قطاع غزة وتأخر الوصول لاتفاق لإنهاء الأزمة في أحدث تطور على الأرض في الداخل الإسرائيلي خرجت عائلات المحتجزين في قطاع غزة في تظاهر في تل أبيب ومناطق أخرى من أجل مطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل العائلات أصدرت بيانا أكدت فيه أن الشروط التي وضعها رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو تعوق التواصل إلى اتفاق مع حركة حماس هذا واتهمت هيئة باسم عائلات المحتجزين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جافير بإحباط صفقة التبادل مرة تلو الأخرى مؤكدة أن السياسات التخلي عن المحتجزين التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تتوقف حتى الآن كان زعيم حزبي معسكر الدولة الإسرائيلية بني جانس قد حذر قبل يومين من أن المحتجزين في قطاع غزة لا يملكون مزيدا من الوقت رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية من جانبهم أكدوا لنتنياهو أن الوقت الملائم للتوصل إلى اتفاق ينفد وذلك عبر وثيقة مكتوبة أعطوه إياها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون حذروا من أن التأخير والإسرار على مواقف معينة في المفاوضات يمكن أن يكون ثمنهما حياة المحتجزين